كلام كتير وأطراف كتير بتتكلم على متعب وحسام غالي خلينا متفقين وقلنا الكلام ده ينطبق على لعيبة كتير جدا جدا اللي بيكرر المصير المدير الفني اللي بيكرر مصير أي لعب هو اللي يقعد ولا يمشي هو المدير الفني فاللعيبة في نوعية منها لها رصيد كبير جدا مع الجماهير زي حسام غالي وعماد متعب اثنين لهم رصيد كبير وبطولات كتير واللعيب كمان لما بيبقى أخلص بتشيرت النادي الأهلي بقى ليه انتباع خاص عند جماهيره فسواء حسام غالي أو الكابتن عماد مي فمن هنا كلام كتير جدا بعد الاجتماع مع الكابتن حسام لأ حسام دي آخر سنة لأ ده متعب آخر سنة وكلام كتير جدا جدا ده أحيانا مش فاهم لازم ما انتخدش قرار لسه ولكن اللعيب الكبير في نادي كبير بحجم النادي الأهلي لازم كمان هو يكرر مصيره ولما يكرر مصيره شفنا بوتريكا وهو بيعتزل كان قادر آه طبعا كان قادر كان قادر يلعب سنتين على الأقل من وجهة نظر بلمساته المؤثرة باندباطه داخل الملعب بنومه بدري بعايش حياته للكورة كان قادر آه كان قادر لأنه منضبط ومنتزم بركات كان قادر بركات كان قادر يلعب سنة وسنتين كمان لكن اختار يخرج من الباب الكبير يعني اختار هو شايف اللي هو حق بطولاته إنجازات كبيرة جدا جدا ولما نجي نتكلم على بطولات الجيل ده وخصوصا نجومنا اللي جيبنا أساميهم حدس ولا حرج فاختاروا اللي هما يخرجوا من الباب الكبير اللي أنا أخرج في توقيت فيه بطولات كتير جدا بدلا خلاص يحصل لي هبوط في المستوى أو اللي أنا يحصل لي هجوم علي بقى مش قادر هو اللي بيقدر يكرر مصيره فمن هنا لعيبة كبار بحجم أحمد متعب وحسام غالي هو اللي يكرر مصيره هو اللي اختار التوقيت من وجهة نظر ده لو المدير الفني ليه كلام آخر اللي هو شاف من وجهة نظره اللي هما يكملوا أو ما يكملوش موضوع سهل وموضوع بسيط عشان كده نصحتي للعيبة لو أنت شايف لأنت قادر كمل مش قادر لا ما تكملش مع المدير الفني شايف اللي هما قادرين هيقول هيكملهم مش قادرين لا مش هيكملهم فهي بيبقى فيه حوارات وبقى فيه كواليس كده فيه خصوصا لما تيجي تتكلم على اللعيبة كبيرة فلازم بقى فيه حوار يحصل وكلام مش لازم الناس تعرفوا أو مش لازم الجمهور تعرفوا المهم اللي أنت تحافظ على نديك واسم نديك وتحافظ على اسم اللعب وتاريخ اللعب ده مهم جدا 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 برضو من ضمن الحاجات اللي بتكلم فيها مع حضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة